سرقة أغضية بالوعات الصرف الصحي ظاهرة تتكرر كل مرة خاصة مع تساقط الأمطار أين يتزايد خطر انسداد البالوعات كما تصبح مكبل النفايات عندما ينزع غطاؤها الحديدية مما تؤدي إلى تعرض حياة الجزائريين للخطر عدة ملفات في العدالة وين تمت متابعة عدة أشخاص والفاعلين سواء في جنايات أو جنح وتمت معاقبتهم بلديات تتأسس كأطراف مدنية من أجل مطالبة بالتعويضات ونقولها بأن القانون جد حازم في الملفات هذه قضايا عديدة تشهدها أروقة المحاكم وعقوبات صارمة تصل إلى عشرين سنة حبسا نافذا لكل من قام بسرقة أملاك عمومية وقام بتخريبها يعني بحد ذاتها جريمة معاقب عليها قانونا بموجب المادة 350 من قانون العقوبات هذه المادة التي تعاقب على السارقة لأنها السارقة سارقة البلوعات المشرع الجزائري عاقب على هذه الجريمة في حدود خمس سنوات دون الإخلال بالتعويضات التي تطالب بها البلدية وتطالب بها الدولة عملية السارقة هذه تمت في إطار جمع إجرامية منظمة وتمت في إطار يعني ظروف استعمال مركبة وظروف الليل وهي الشروط التي يشتريطها القانون لقيم جناية فإنها تعد جناية وتصل عقبتها حتى وتصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجن نافذ هي سلوكيات سلبية لبعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة الأغضية الحديدية للبالوعات من أجل إعادة بيعها في السوق الخردة متجاهلين بذلك أنها تسبب حوادث خطرة نهيك عن المتابعات القضائية التي تؤدي بهم إلى السجن ترجمة نانسي قنقر